تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن برنامج التوزيعات الذي ستشرع الوزارة في تنفيذه اعتباراً من يوم غد والذي يتضمن أربعة ألاف ومئتي وحدة سكنية موزعة على جميع محافظات المملكة في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومتابعة الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر وقال الوزير إن الوزارة وفور صدور أمر سمو ولي العهد قامت بإعداد البرنامج الزمني لتوزيع الوحدات السكنية والذي يمتد خلال الفترة من الثاني عشر من إبريل الجاري وحتى شهر يونيو فضلاً عن تجهيز شهادات الترشيح والعقود وخرائط السحب الإلكتروني للمشاريع المدرجة في البرنامج وأعداد قوائم المستفيدين وفق معيار الأقدمية وفاد الوزير أن المشاريع التي يشملها برنامج التوزيعات تتضمن مشاريع الرملي ودمستان والشقق السكنية بمنطقة اللوزي وتوبلي ووحدات مشروع أم الحصم الإسكاني وعالي بالإضافة إلى وحدات سكنية بالمدينة الشمالية ومشروع رياض عسكر ووحدات بمدينة شرق الحد ووضح المهندس الحمر أن آليات التوزيع ستتم وفق الطريقة ذاتها التي شهدها برنامج توزيع 6200 وحدة سكنية خلال العام الماضي وأكد وزير الإسكان أن الوزارة انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال المواطنين لإنهاء إجراءات التوزيع حيث تحرص الوزارة باستمرار على سهولة وسرعة إتمام إجراءات المنتفعين الأمر الذي يسهم في سير التوزيع وفق البرنامج الزمني المقرر له ونوه الحمر إلى أن وزارة الإسكان تعمل بالتزام تام نحو تحقيق هدف إنجاز الوحدات الإسكانية حسب التوجيهات الملكية السامية وتوزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات في جميع المحافظات وذلك بالتوازي مع العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة مؤكدا في الوقت ذاته الاستمرار في وضع أنزب الحلول والآليات التي تضمن تقديم خدمات إسكانية تلبي الطلبات المتزايدة على الإسكان في بيئة متكاملة ترجمة نانسي قنقر